9.79% هي نسبة التحليل الإيجابية الخاصة بتقصي فيروس كورونا بالتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري وبلغ عدد الوفايات سبعة ليتجاوز العدد الجملي للوفايات أكثر من 24.600 وفات منذ ظهور الوباء وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى تعافي 378 شخص بنفس التاريخ ورغم الانخفاض الذي تشهده بعض الجهات في الإصابة بكوفيد-19 والانفراج الذي عرفته جهات أخرى يبقى الحذر مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية مطلوبين إضافة إلى الإقذال على التلقيح وفي إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف سيكون 26 من شهر سبتمبر الجاري موعدا جديدا للتلقيح بمختلف جهات الجمهورية للفئة العمورية 15 فما فوق وسيتم تلقيح الجرعة الثانية لمن تلق الجرعة الأولى من هذه الفئة العمورية في التاسع والعشرين من أوت المنقذ وسيتم توجيه إرسالية قصيرة لاستدعاء المعنيين تتضمن مركز تلقيح وموعده في حال عدم تلقي هذه الإرسالية يمكن التأكد عبر الإرسالية نجمة 20-21 ديس ووفق المدير العام للصحة فيصل بن صالح فإن عدد المعنيين بالحضور إلى مراكز التلقيح في اليوم المفتوحة السادس أكثر من مليون شخص من بينهم أكثر من 800 ألف من المسجلين تغيبوا عن تلقي الجرعة الأولى وكذلك سيشمل التطعيم الأشخاص المعنيين بالجرعة الثانية ضمن الفئتين العموريتين من 15 إلى 39 سنة ومن 40 فما فوق كما يمكن لغير المسجلين من الفئة العمورية 40 سنة الحضور بمراكز التلقيح لتلقي تطعيم وسيتم تزيلهم على عين المكان وتسعى وزارة الصحة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التونسيين وتقريب هذه الخدمة أكثر من المواطنين وذلك بإدماج أطباء الخواص وصيادلة ومراكز الصحة الأساسية وبتكثيف التلقيح بالتجمعات المهنية والوحدات السجنية